بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في قرص الفاونديشنز انجينيرينج وان هنكمل شابتر تو اللي هو البيلين كباستي أوف مين أوف صيل وهنتكلم في بارت تو اللي هو البيلين كباستي بعض البرينسبل أو المفاهيم الخاصة بالبيلين كباستي بتاعة الصيل أولا يعني كلمة Ultimate Bearing Capacity تعريف كلمة Ultimate Bearing Capacity It's the maximum pressure that the foundation soil can withstand without Undergoing shear failure or excesses in settlement not allow يعني ايه بنقول تعريف أقصى قدرة تحمل للطربة هي عبارة عن أقصى ضغط اللي ممكن الصيل بتاعة الأساس تقومه بدون ما يحصل لها ايه بدون ما يحصل لها shear failure أو زيادة في الهبوط زي ما انت شايف هنا أساسة هوت وكانت تربة قوية البيلين كباستي Ultimate بتاعها كبير فما حصلش فيه مشكلة لكن انا عندي هنا فيه تربة fill الالطميت بيرين كباستي بتاعته صغيرة جدا فلما جالي pressure من المبنى بتاعي عليها حصل لها انهيار فانهار المبنى طيب الشير failure اللي هيحصل للسويل زي ما احنا قلنا واللي انا بحاول اقول ان قدرة تحمل التربة ان ايه ما يحصل لهاش shear failure تلات انواع types of shear failure عندنا فيه حاجة اسمها general shear failure وعندنا local shear failure وعندنا punching a failure ايه الفرق ما بينهم لو انت عملت تجربة صغيرة جبت التربة بتاعتك هيط وحطيت حتة ليد صغير وابتدت ايه تحمل على التربة ايه اللي يحصل كل ما هتزود الحمل ايه اللي يحصل في الهبوط بتاعت السويل اكيد هيزيد لو انا عندي ركز معايا هنا ادي الهبوط وادي اللود على الاريا عشان يبقى stresses ده كل ما ده بيزيد ده بيزيد لحد مرحلة معينة كويس وبعدين اللي بيحصل بيبتدي السيتلمنت بيزيد مع نقص في الايه في الحمل وده اللي بيسموه general shear failure يعني اين انت بتزق هنا الصيل صح فبيتكون ليه تلات مناط شايف المنطقة الاولانية ديت نزلت بالشكل دوت اللي بيسموه active zone وبعدين بتيجي المنطقة التانية ديت وناخدهم دول كلهم بالتفاصيل لما نيجي نتكلم على ترزاجي اللي هي المنطقة transition او الانتقالية وبعدين بتزق بتعمل هنا للصيل يعني الصيل العمال يزق بالشكل دوت فده اسمه general shear failure وده بيحصل للطربة القوية اما لو عندي طربة ضعيفة مش هتتصرف بالتصرف ده هيجي لها هنا stresses وبعدين يبتدي يحصل هنا شوف الزيادة بقت مالها كبيرة قوي مع ان الحمل ما كانش كبير وبعدين يبتدي يحصل الفيلير بتاعي فهنا بص حصل ان الصيل بتاعتي لما جالها من جزء الاولاني ودي مين البارت التاني ودي مين ما بيحصل لش هنا هيف زيادة يعني ما بتقدرش دي تطلع الطربة هيف شوف هنا حصل هيف يعني حصل بيسموه او انتفاش للطربة او طلعت لفوق هنا بالشكل ده لكن هنا ما حصلش حصل قيمة مالها صغيرة فده اسمه وده بيحصل لمين للصيل الصيل الضعيفة في بعض انواع الصيل بيحصل لها يعني ما بتزقش يعني شوف الطربة دي زقت هنا وزقت هنا او هنا زقت كده وطلعت هنا ما بتزقش ده كلها مالها بتاعت هامد على مين على الصيل الحتة اللي تحتيها دي بس زي ما انت شايف يبقى كيو واحد هنا وهدين كيو الالطمت اللي تاعتي هنا ويطلع لي السابت بعد كده كيو يحصل هبوط زيادة من غير ما تزود الحملة بتاعي طيب السؤال بقى انا ازاي احدد الفيلير بتاعي هل هو جنرال ولا لوكل ولا بانشينج ده قلنا بيعتمد على حسب نوع الصيل بمعنى الصيل القوية يحصل لها ايه جنرال شير فالي الصيل الضعيفة هتعمل لي لوكل شير فالي التربة اللي هي بقى very 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 صوفت خالص دي بيحصل لها البانشينج بتاعي طيب انا اعرف منين انها جنرال او لوكل او بانشينج على حسب الريلاتيف دينستي اللي انت درستها في الصيل اللي هي دي اار لو لقيتها عشرين في المية اربعين في المية ستين في المية وعلى حسب الدي اف على مين على البي لما الدي اف على البي بواحد باتنين بتلاتة بتقدر تخش هنا مع الريلاتيف دينستي مع الدي اف تقدر النقطة ديت او المنطقة اللي هي البربل اللي انت شايفها ديت دي تعتبر لوكل شير فالي اما لو حصلت هنا شايف التربة قوية جدا يعني وصلت الريلاتيف دينستي مية في المية او تمانية من عشر في المية مع الدي اف اللي هي الصغيرة ديت فهيحصل ايه ها هيحصل جينرال شير فالي اما لو كانت بقى شايف قيمة صغيرة جدا فدي تعتبر ملها بانشينج شير فالي خلي بالك ان احنا دايما بنقول ايه ان الدي اف على البي في الشالو فونديشن لحد اربعة تقريبا يعني احنا حدودنا هتبقى لحد ايه هنا كده المنطقة بتاعتي ديت يا اما الجينرال يا اما اللوكل يا اما البانشينج شكرا